السلام عليكم مشاهدين الكرام سخر الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام سخر له كل شيء فكانت الريح غدوها شهر ورواحها شهر وكان الجن طائعين له حيث شاء سليمان عليه السلام فقد كان دعا ربه عز وجل فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي ولا ينبغي لأحد سوايا من أهل زماني فيكون حجة وعلما لي على نبوتي وأني رسولك ومبعوثك إليهم معناه رب لا تعطيه أحدا غيري تشريفا وكرما منك لي لتبين منزلتي منك به من منازل من سوايا فكانت الطيور تستعرض أمام سليمان عليه الصلاة والسلام كل يوم وكان نبي الله عليه السلام يلاحظ أثناء استعراض الطير من فوقه وجود فراغ بين الطير في السماء يرى من خلاله السماء فدع الطير وسألهم ما سبب هذا الفراغ بينكم فقالوا له هذا مكان الغراب يا نبي الله فقال سليمان عليه السلام ائتوا لي بالغراب فلما جاء الغراب سأله النبي سليمان لماذا لا تستعرض مع الطير أيها الغراب فقال الغراب أنا لي عذري يا نبي الله يجعلني هذا العذر لا أستطيع أن أستعرض مع الطيور فقال له عليه السلام ما هو عذرك فقال الغراب لي أب بلغ من العمر أعواما كثيرة لا يستطيع أن يتحرك وقد سقط منه الريش وفقد إحدى عينيه فصار مثل اللحمة لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء وعندما تطير الطيور أغطي أبي بجناحي حتى لا تراه الطيور الجارحة فتأكله فقال سليمان عليه السلام ائتوني بأبيه لنرى أكان صادقا أم من الكاذبين فلما جاءوا بالغراب الكبير لسيدنا سليمان عليه السلام وجد أنه كما قال الغراب لابن عنه كهن عظمه وسقط ريشه وفقد إحدى عينيه فسكت نبي الله ثم سأل الغراب الكبير أيها الغراب ما هي قصتك وما هو أغرب شيء مر عليك في حياتك فقال الغراب إنها قصة طويلة مليئة بالغرابة يا نبي الله فقال له سليمان عليه السلام قصها علي فقال الغراب عندما كنت في ريعان شبابي كنت لا أترك ركنا من الجو الفسيح إلا جلته كنت أحلق بين السماء والأرض وأسبح لله عز وجل خالق الكون وفي يوم من الأيام وبينما أنا محلق في الهواء رأيت ضوءا ينبعث من الأرض كأنها أشعة الشمس فذنوت شيئا فشيئا من الضوء لأرى ما سببه ورأيت أمرا عجيبا قال سيدنا سليمان ماذا رأيت قال الغراب وجدت مدينة غريبة مبنية أسوارها من الذهب وجدرانها من الذهب وفيها من الأنعام والخيرات كل شيء فسأل سيدنا سليمان عليه السلام ماذا عن أهلها فقال الغراب كرمهم فاق كل كرم فما عهد الغراب أن يكرمه الإنسان لقد أكرمني أهلها بعيرا نحر لأجلي فأكلت منه أنا والطيور ثم غادرتهم لأجول من جديد في باقي بقاع الأرض والسماء وبعد سنوات عدت إلى هذه البلدة فوجدتها قد أصبحت كلها فضة ولم يعد هناك سور ذهبي وأكرموني أهلها ولكن بشات ثم ذهبت وأنا لا أعرف سبب هذا التغير فسأل نبي الله سليمان عليه السلام هل عدت إليهم من جديد فقال الغراب أجل عدت بعد عام ولكن حالهم ساء أكثر مما كان فقد قلت خيراتهم وأنعامهم فعدت لأتفقد أحوال هذه البلدة لعل حالها قد عاد لما كان عليه ولكن وجدت مدينة طينية أهلها لا يجدون ما يأكلون ضاعت منهم كل أرزاقهم دنوت من أهلها لأعرف سبب هذا وإذا بصبي أصابني بحجر فقأت عيني أراد الصياد ليأكلني من شدة الجوع فهربت مسرعا ولم أعرف شيئا عن فقرهم فقال له نبي الله سليمان عليه السلام هل تعرف مكان المدينة فقال الغراب نعم فقال سليمان عليه السلام ضع الغراب معي على البساط لنرى هذه المدينة فلما ذهبوا قال سليمان أين هي المدينة التي كنت تقول عنها أيها الغراب فقال الغراب إنها كانت هنا فأمر سليمان عليه السلام الريح أن تنفخ التراب حتى ظهر لهم بقاء مدينة كانت موجودة في الماضي فقال سليمان عليه السلام ابحثوا لي عن أي كائن حي هنا فقام الجن يخرق الأرض والريح وكل شيء يبحث في تلك المدينة فقال لسليمان عليه السلام وجدنا في بئر المدينة أفعى عظيمة لها أنياب كبيرة وعمرها سنوات عديدة فقال سليمان عليه السلام ائتوني بها فلما جاءوا بها قال لها سيدنا سليمان هل تعرفين شيئا عن قصة هذه المدينة وأين ذهب أهلها فقالت الأفعى يا نبي الله أعطني عهد الله وميثاقه ألا تفعل بي شيئا فقال لها سليمان عليه السلام أعطيك عهد الله وميثاقه لن أفعل بك شيئا ما لم يكن يخالف شرع الله فقالت الأفعى هذه المدينة أنعم الله على أهلها ولكنهم طغوا وبغوا في الأرض فقلل الله عليهم النعيم والخيرات وسلطني الله عليهم وصرت أنفث من سمي في ماء البئر حتى ماتوا جميعا فقال سليمان عليه السلام للجن أعيد بناء هذه المدينة وأمر بقتل الأفعى فقالت يا رسول الله أنت أعطيتني عهد الله وميثاقه فقال لها سليمان عليه السلام أنا أعطيتك عهد الله وميثاقه ألا أخالف شرع الله وأنت لم تقتل شخصا واحدا بل قتلت مدينة كاملة وهذا عهد الله أن تقتلي وقتلت هذه الأفعى فهي قصة وإن لم نطلع على ما يفيد صحتها فهي فيها من العبر والمواعظ الكثير فسبحان مبدل الأحوال من حال إلى حال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم بارك لنا فيما أنعمت به علينا وما أكثر نعمك وجودك وعطاءك يا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر